بسم الله الرحمن الرحيم في هذه الرسالة سوف نتكلم عن ال Hard Disk Partition Types Hard Disk Partition Types القرص الصلب برمجياً بيتواجد بنوعين عند النوع الأول اللي هو ال Basic Drive والنوع الثاني اللي هو ال Dynamic Drive ال Basic Drive وهو النوع المدعوم في جميع إصطارات الويندوز وعند تنزيل الويندوز على القرص الصلب فتلقائياً بيكون ال Partition هو من النوع Basic Drive أو بتكون تلقائياً جميع ال Partitions اللي رح يتم إنشاءها في القرص الصلب هي من النوع Basic Drive والقرص الصلب عندما يكون من النوع Basic Drive فهو يسمح بتقسيم القرص الصلب الواحد إلى أكثر من Partition ولكنه لن يسمح بجمعة أكثر من قرص الصلب في Partition 1 ونظام التشغيل لكي يتم تنزيله على Partition فيجب أن يكون Basic Drive وال Basic Drive يتواجد بنوعين لل Partition وهما عندي ال Primary Partition وعندي ال Logical Partition هذا النوع الثاني بالنسبة لل Primary Partition وهو الجزء الذي نستطيع فيه تنزيل نظام التشغيل عليه ويمكننا إنشاء أربعة Primary Partitions كعدد أقصى في الكمبيوتر الواحد وبالتالي نستطيع تنزيل أربعة أنظمة التشغيل في الكمبيوتر الواحد ولكن هنا ال Primary Partition واحد فقط سوف يكون Active أي أنه هو الذي سوف يتم الإقلاع منه لأنه سوف يحتوي على ملفات الإقلاع كذلك نستطيع مع ال Primary Partition تخزين الملفات الخاصة بالمستخدم النوع الثاني اللي هو Logical Partition وهو ال Partition الذي نستطيع فيه تخزين ملفات المستخدم ولكن لا نستطيع فيه تنزيل نظام التشغيل ونستطيع إنشاء عدد كبير منها في داخل جهاز الكمبيوتر وسابقا كان يطلق على Logical Partition مصطلح Extended Partition النوع الثاني من أنواع الأقراص الصلبة برمجيا هي Dynamic Drive وهو لا نستطيع من خلاله تنزيل نظام التشغيل عليه ولكنه يقدم لنا عدد من المزايا والخصائص التي لا تعمل على ال Partition التابعة لل Basic Drive ال Dynamic Drive هي ظهرت مع إصطارات ال Windows الحديثة من Windows Server 2000 فما فوق وهناك إصطارات لل Windows تتطلب لكي يعمل ال Dynamic Drive أن تكون إصطارات متقدمة مثل Windows XP يجب أن يكون Professional Windows Vista يجب أن يكون Enterprise أو Ultimate لدينا Windows 7 وهو يجب أن يكون Professional Enterprise Ultimate أهم ما يقدمه لنا ال Dynamic Drive هو إمكانية دمج أكثر من قرص صلب واحد في Partition 1 ويطلق على ال Partition في Dynamic Drive مصطلح فوليوم لدينا أنواع من ال Dynamic فوليوم وهي كالتالي النوع الأول سيمبل في الفوليوم وهي مساحة الفوليوم طبعا وهي تعني بأن تكون مساحة الفوليوم الواحدة موجودة على قرص صلب واحد النوع الثاني الاسباند فوليوم وهي تسمح بإنشاء فوليوم واحدة على مساحة تتوزع على أكثر من قرص صلب ولا يشترط أن تكون هذه المساحات أو الأقراص الصلبة متساوية فيما بينها من ناحية المساحة لنفترض أن الاسباند فوليوم تتكون من ثلاثة أقراص صلبة وحصل تلف لقرص صلب منها عندها سوف نخسر البيانات الموجودة في هذا القرص الصلب ولن نخسر البيانات الموجودة في كلا القرصين الآخرين النوع الثالث اللي هو الستريبت فوليوم ويطلق عليه الرد الصفر أو الرد زيرو وهي تتكون من قرصين صلبة فما فوق وفكرة أن الملف الواحد يتم توزيعه على هذه الأقراص الصلبة مثلا على ثلاثة أقراص وبالتالي عندما يتم فتح هذا الملف فإنه يتم فتحه من على هذه الأقراص الصلبة وبالتالي عندما يتم قراءة هذا الملف أو الكتاب عليه فإنه يتم قراءته بسرعة الثلاثة أقراص الصلبة والكتاب أيضا سوف تعمل بسرعة الثلاثة أقراص الصلبة مما يجعل عمل الأقراص الصلبة في الكمبيوتر السريعة وتزداد سرعتها بزيادة عدد الأقراص الصلبة طبعا كل ما زاد كل ما كان طبعا سرعة العمل مع القرص الصلب أعلى في الستريبت فوليوم نجد أنه مفيد في التطبيقات التي تحتاج إلى سرعة في العمل مثل برامج التصاميم المونتاج الألعاب ثلاثية الأبعاد بما أن الريد زيرو هو يقوم بتوزيع كل ملف على جميع الأقراص الصلبة فإن تلف قرص صلب واحد سوف يؤدي إلى ضياع جميع الملفات الموجودة في داخل الأقراص الصلبة النوع الرابع اللي هو ميرورد فوليوم وهي تتكون من قرصين صلبة قرص صلب سوف يتم فيه تخزين البيانات فيه والآخر سوف ينسخ هذه البيانات لذلك يطلق عليه نظام المرآة لأنه كل ما يتم عمله في القرص الصلب الأول سيتم نسخه إلى القرص الصلب الثاني مما يوفر لنا قرص احتياطي بحيث يعمل هذا القرص عند تعطل الأساسي وتعطل الأساسي لا يؤدي إلى خسارتنا للملفات التي كانت موجودة في هذا القرص الأساسي لأنه يتم نسخها في القرص الصلب الاحتياطي لو افترضنا أن حجم الميرورد فوليوم هو 20 جيجابايت فنحن فعليا نتعامل مع مساحة تخزينية هي 10 جيجابايت لأن العشرة جيجابايت هي تستخدم للنسخة الاحتياطي لما هو موجود في العشرة جيجابايت الموجودة في القرص الصلب الأساسي نستطيع أن نستنتج أنه يجب أن يكون كل القرصين الصلبة التي سوف يتم تمجها في الميرورد فوليوم يجب أن يكون متساويين من ناحية الحجم النوع الخامس من أنواع الديناميك الدرايف اللي هو الريد فوليوم والريد هي اختصار لـ Redundant Array of Interparent Discus مصفوفة التعداد للأقراص المستقلة ولكي تعمل الأقراص الصلبة بهذا النظام فيجب أن تكون من النوع ديناميك الدرايف ويتواجد هذا النوع اللي هو الريد بعدد من الأنواع هذه الأنواع دعمها يختلف من إصطار ويندوز لآخر وأشهر أنواع الريد هي الريد 0 واللي هو الستريبت فوليوم اللي تكلمنا عنه عندي الريد 1 وهي الميرورد فوليوم اللي تكلمنا عنه يعني الريد 0 هي النوع الثالث والريد 1 هو النوع الرابع عندي الريد 5 وهو يبدأ بثلاثة أقراص فما فوق فلو كان لدينا ثلاثة أقراص صلبة مفعل عليها الرد 5 أو 5 فعليا سوف يتم تخزين البيانات على اثنين من الأقراص الصلبة والقرص الصلب الثالث هو قرص احتياطي بحيث في حال تعطى القرص صلب واحد فهو يحل محله والبيانات الموجودة في القرص الثالث سوف تنتقل إلى القرص الصلب الاحتياطي هناك إصطارات متقدمة للرد ما بعد الرد 5 وهي تزيد من عدد الأقراص الصلبة التي يتم دمجها وعدد الأقراص الاحتياطية نستطيع تحويل البرتشن من بيسيك درايف إلى ديناميك درايف والعكس وذلك من خلال الويندوز في آداء موجودة في الويندوز اللي هي الديسك مانيجمنت أو إدارة الأقراص الصلبة ويجب الانتباه إلى أنه عند تحويل البرتشن من بيسيك درايف إلى ديناميك درايف فلن يؤدي ذلك إلى ضياع الملفات وحذفها في هذا البرتشن ولكن المشكلة هو في العكس فعند تحويل البرتشن من ديناميك درايف إلى بيسيك درايف فسوف يؤدي ذلك إلى حذف جميع الملفات الموجودة في هذا البرتشن لذلك قبل التحويل قم بالحصول على نسخة من هذه الملفات في حال كان البرتشن يحتوي على نظام تشغيل عندها لن نستطيع تحويله من بيسيك درايف إلى ديناميك درايف إلى هنا نكون وصلنا إلى نهاية هذه الرسالة أتمنى تكون وصلتكم الرسالة كان معكم حسن صالح مشت من الشبكات الرقمية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر